تنقص إبازة الاستعادة والبهجة الجمهور معها واللعيبة كمان بيستبتعها معها داخل انا عايز اقولك على حاجة الله يعني انا من ساعة مهومة غرى التحليل بقى برى التحليل هو هو لازم نضع حد بقى الموضوع ان ما فيش جمهور في الرياضة ده يعني الموضوع بقى دمه تقيل احنا وإحنا بنلعب في الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلنا بنلعب ماتش اهلي وزمالك بنلعب نهاية افريقيا بنلعب قبل نهاية افريقيا لا بthers كورسي فاضي في أي صار قبل بتلعب بالسلطة الزمالك تلعب مقفولة بالنص اللائه واحد تلعب بالسلطة الزمالك متلعب في الصادة ثانية والصالة زراع بتلعب في الأستاذ كل الصادة مليانة بيدي روح وبصطها بتلعب فين وبصطها فين Kernelحب الجمهور واللعيبة عادي جدا واللعيبة اللي تاعدم يا فادرك housing يعني انا بجد والله لازم نشوف حل الموضوع الجماهير. عايز تحيل ازاي? لازم لازم. لازم نحل ان احنا بنحط القانون ونسمح للجمهور يخصه. واللي بيخالف يتعاقد. ايا كان. ايا كان. بالضبط. انما لازم الجميع يخصه. ليه نحدد المطش بتاع ستادبورج العرب? ليه تلاتين الف? ليه ما يبقوش مئة الف? ليه كل المطشات بتاعة الدوري بتاعة الفوري اه بيبقى عدد محدود بيقولها الامور بس اللي بيتفرجوا. ليه? ليه صغيرين ما بيلعبوش وسط اه جماهير. من هما صغيرين لان لما يتعودوا على كلام. ده ده كلام مهم. احنا بنشوف كل المطشات يعني كل مطشات الكورف وكل مطشات الفولي وكل مطشات الباسكت. في كل انحاء العالم الجمهور بيبقى عامل مؤسر جدا. ومحفز دايم لللاعبين. نتمنى من كل البنا ان الامر ده يتحل. اه لان هو الفكهة بتاعة الرياضة الحقيقة هو الجمهور. الشكل اللي احنا شايفينه ده اكتر حاجة بينبسط بها اللعيبة. والاغاني اللي بيغنيوها. لغاية دلوقتي كل واحد بيبقى فاكر الجمهور كان بيغنيله وبيقول له ايه. فانتمنى يعني ان شاء الله ان الامر ده يتحل علشان ترجع الحياة للمدرجات. ادي رأسه وطابل وزمر من فعبة النادي الاهلي وفرحة جميلة جدا واكيد بيحضرون النادي الاهلي في الكرة التائرة رجال لازم نستمتع بيهم و لازم كلها نفرح بيهم فعلا شرفونا وحاجة جميلة جدا.